علاء عبدالعزيز وزير الثقافة يعني في ذلك الوقت دكتور سامح قال انه المعتصمين في وزارة الثقافة هم من رجال وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني وانه جاء لكي يطهر الوزارة من العهد البائد وإلى آخر هذه المصطلحات كيف قبلتم انتم يعني هذه المواقف؟ لا انا يعني اول مقال كده انا عملت مداخلة تلفونية مع المرحوم واعل إبراشي وقلت له ده كلم يعني برا الموضوع لان مصر كلها اشتغلت في حيه ده حسني مبارك فما تقدرش تقول ان يعني عارف ازاي ان دول يعني انت لما يعرض عليك بوست معين وقت فاروق حسني مش معناه انك انت عارف ازاي بيع روحك يعني يعني استحالة تكون المسائل كده فأنا عملت مداخلة مع المرحوم واعل إبراشي وقلت له الإخوان بدأوا في تفكيك أوصال أجهزة الدولة وده ثابت في التليفاجين عارف ازاي؟ فابدأنا بقى يعني هنا ابتدى بتوع تمرد يتصلوا بنا فتحصل فاعليات مختلفة واطياف اخرى من المجتمع المصري تبتدي تدخل فيه الموضوع لان فعل الثورة في الحقيقة هو عامل زي البازل يعني مكونات كتيرة بتشكل لكن مفيش حد يدعي انه صاحب الثورة او انه هو له الباع الاساسي فيه ان الثورة قامت لكن ده بازل كبير جدا في اطياف كتيرة جدا من المجتمع المصري دخلت ولو حتى بالتشجيع زي ما الاستاذ مجدي تفضل وقال سكان الزمالك كان بيرمع على الناس بمبوني طول وقت حتى في فعليات ثقافية وشوفنا ده بعنة لكن انا عايز اقول حاجة لما تم محاصرة الوزير ورح التجأ الى الهناجر شوف التفكير هنا بقى يعني مش تفكير شرير ده تفكير يعني ما بعد الشر هارف قالك هارف ازاي شوف في الفترة اللي هو عايز يتفاوض مع المثقفين كان عامل اجتماع في الهناجر والعلو وصل لكو وقال لك نجوا نجيب كلاب متوحشة ونجوعها خمس ست ايام ونطلقهم على المثقفين في الوزارة يا صادر هذا حدث هذا حدث ايوه واللي معاه وكان في بعض الفئات متحلقة حوله برضو من غير اسامي بعضهم مات فئات من الوزارة يعني مش موظفين بس وده كاترة من الاكاديمية برضو اللي هم يعني بيرقصوا على السلم السلم الحبال على كل الحبال اه بالزبط كده في يعني شوف التفكير في الوقت اللي بيقول ان انا حتفاوض مع المثقفين شوف التفكير بيفكر ازاي اه اشتركوا في القناة